بالمفسوخة عقودهم يعني بالفعل هناك شروط للعودة لم تطبق عليهم يعني هل المجموعة اللي لم تطبق عليهم الشروط رح يتم إحالتهم إلى التقاعد؟ أكيد كوزارة الدفاع حقيقة أنهينا كل ما يخص موضوع المفسوخة عقودهم أول وزارة باشرنا بعدد من اللجان وضعنا آلية هناك ضوابط للعادة إلى الخدمة من ضمن هذه الضوابط فتحنا استمارة على رابط ألكتروني ويتم له من قبل المفسوخة عقودهم بعد ذلك تم استدعاهم الفحص الطبي واللياقة البدنية وهذا قانون نحن لا نستطيع أن نتجاوزه وبعدها تم جمع المعلومات الأمنية وهذا حق مشروع من خلال وكالات الاستخباراتية لحد هذه اللحظة بعد إقرار الموازنة وتضمينهم ضمن الموازنة التي قرها مجلس النواب العراق المؤقر احنا رجعنا إلى الخدمة بحدود 37 ألف وخمسمية العدد بالضبط يعني ككسر محافظة بأكثر من 37 ألف وبشرنا أيضا بالتحاق الوجبة الأولى التحقت الوجبة الأولى إلى مراكز التدريب ومدارس الصنوف وتم إدخالهم دورة تدريبية لمدة شهر 21 يوم تدريب و7 أيام إجازة بعد أن تنتهي الإجازة يستلمون كتبهم يلتحقون إلى الوحدات التي ينسبون إلها وأيضا تلتحق بعدها الوجبة الثانية ونفس الآلية لدينا جزء من الأخوان المفسوخة عقود هم اللي فاشل طبيا اللي ما يستطيع يعني بسبب المرض وهذا بين خلال لجنة طبية وأيضا هناك فيما يخص الياقة البدنية وهذا انتهي الموضوع مالتي نحن نعمل بوابط وقوانين هناك عدد متبقي من الاحتياط أيضا في حال أنه ممكن الكثير منهم يجوز ميدا ويجوز قدم استقالة يتعين يروح لغير مكان راح نعوض بالموجود من الاحتياط كذلك عدنا نسبة أخرى هي اللي عمرهم متجاوز بالغين السن القانوني تم انهاء موضوعهم وسيحالون إلى التقاعد يعادون إلى الخدمة ويصدر بهم أمر بالتقاعد نعم إضافة إلى ذلك عدنا الموضوع الآخر هو جرحة الجرحة اللي هم جرحة وما قدر يداهم بسبب ظروف معينة ومفسخ عقدة إكراما لهم ولتضحياتهم أيضا سيحالون إلى التقاعد ويأخذون التقاعد مالتهم بهذا احنا نهينا موضوع المبسوقة عقودهم بشكل تام أيضا قلنا اللي ما ظهر اسمه ممكن أن يراجع مراكز التطوع أو المراكز التطوع اللي يفحص بيها وراح يلقي جواب موجود أيضا عنده احنا ملتزمين بضوابط وقانون نعم ضمن هذه الضوابط وضمن القانون والعدد اللي تم إرجاعه هو 37500 وأعتقد وثمانية وثمانية وستة وتسعين بالضبط ما حافظ الرقم وثمانية وثمانية نعم وهذا العدد سيكون رافض للمؤسسة العسكرية العراقية وهم أبنائنا وأخوانا وسيلتحقون إلى الوحدات ليضفون قوة قتالية للوحدات راح يلتحقون إلى إن شاء الله إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر